اليوم لدينا مراجعة لكيبورد تورتس كومودو 6100 والذي قدم لك هذا رهيب جداً خلال أسبوع كامل من التجربة معكم هيليكس وهذه مراجعتي الكاملة الكيبورد يأتي بحجم 60% والذي يوفر لك مساحة كبيرة عندك في الطاولة وتصميم الكيبورد جميل جداً يأتي باللون الأبيض والأسود من كل الجهات الخارجية في الكيبورد بلاستيك ما عدا من الداخل يأتي من المعدن ويعطيك قوة وثقل في الكيبورد عشان لا يتزحلق معاك وزنها تقريباً 561 جرام الكيبورد من تحت ما فيه مستويات تخليك تتحكم في مستوى الميلان حق الكيبورد لكن يأتيك ميلان بشكل بسيط واللي يشوفها بالنسبة لي مناسب جداً لأني متعود استخدم الكيبورد بهذا الميلان ومن الجهة الأمامية يأتيك فتحة التايب سي اللي تقدر منها تشحن الكيبورد بسلك التايب سي اللي جاي مع الكيبورد في العلبة واللي يعطاك جودة عالية مو نفس أغلب الكيبوردات اللي موجودة بالفئة السعرية هذه بشكل عام أشوف الكيبورد تصميمه وجودته جداً جميلة الكيكابس اللي موجودة على الكيبورد من نوع ABS واللي هي كويسة على الفئة السعرية والسويتشات على كلام شركة تورتوس إنها مصنعة خصيصاً لهم بهذه المواصفات اللي تشوفونها قدامكم وتتحمل تقريباً 50 مليون ضغطة في الزر الواحد وبشكل عام كانت تجربة السويتشات جداً مرضية وبالنسبة للRGB عندك 18 مو تقدر تخصصها في الكيبورد نفسه ترفع الإضاءة أو تقللها وتسرع الحركة أو تغير حتى لون الكيبورد وصراحة شي كويس جداً أنك تقدر تخصص الأشياء هذه في الكيبورد نفسه بدون برنامج لأن لو لازم تستخدم البرنامج عشان تغير الإضاءة ما رح يمكنك تتحكم في الإضاءة على السوني وبالنسبة للPC فعندهم برنامج إضافي تقدر تخصص فيه أشياء إضافية مثل أنك تقدر تخصص كل زر في الكيبورد يفتح لك شيء معين من الموجود في هذه القائمة أو تستخدم المايكرو في الكيبورد واللي الصراحة ما عندي علم فيها أو تفاعل خيار التفاعل مع الموسيقى واللي رح يفتح لك 10 مودات إضافية للألوان تقدر تختار بينهم أو مود رقم 19 واللي خليك تخصص كل زر بلون معين كل هذه الميزات موجودة بس في البرنامج ورح يشتغل لما توصل السلك في الكيبورد يعني لما تشبك وايرلس ما رح يشتغل معاك البرنامج الكيبورد تقدر تشبكه بثلاث طرق بلوتوث أو وايرلس 2.4 أو بسلك بالنسبة للبلوتوث يجيك بصدار 5.0 واللي يعطيك استقرار ومادة أكبر وله ثلاث بروفيلات على الكيبورد تقدر تشبك البي سي أو جوالك أو حتى التابلت وتبدل بينهم بضغطة زر واحدة أما اللاسلكي فهو من أفضل الأشياء اللي في الكيبورد بالنسبة لي خليك مرتاح تقدر تحرك الكيبورد في أي مكان في الطالة بدون أسلاك وقد جربت أسبوع كامل بالكتابة وبالألعاب وما لاحظت أي مشكلة في التأخير أو الاستجابة أما الطريقة الثالثة والأخيرة فهي أنك توصل الكيبورد بالسلك واللي راح يعطيك أقل معدل استجابة إذا كان ودك باستجابة سريعة جدا وبالنسبة لبطارية الكيبورد فهو على حسب موقعهم تقعد معاك 10 ساعات استخدام ولما جربت أنا شخصيا شحنت أول يوم جاني وإلى الآن لخمسة أيام ما قدت شحنت أبد لأن الكيبورد يطفي إذا ما كنت تستخدمها عشان يوفر لك بطارية فما واجهت أي مشكلة صراحة مع البطارية في الكيبورد راحة اليد هي واحدة من الأشياء اللي ما قدت جربتها لأني متعود ألعب بالكيبورد بدونها وأحس أنها تخرب مسكة اليد بس عموما راحة اليد اللي جاتني معه كيبورد سفنجية وعليها طبقة قماش ومصنوعة من تحت من ربل عشان لا يزحلق عليك وبالنسبة لي أنا شخصيا ما عجبتني لحظت أنها غاسية أنا وأنما وما كنت مرتاح وأنا استخدمها وبالنهاية الكيبورد هذا اليمين بالنسبة لي أشوف أن الكيبورد هذا للشخص اللي وده بكيبورد اقتصادي أو أنه جديد في مجال البي سي ووده بكيبورد بتصميم وجودة جميلة فهو يقدم لك كل شيء تبيه من ناحية إذا تبيه تستخدم للبي سي أو حتى الكونسل سلكي أو لا سلكي أو حتى بلوتوث اشتركوا في القناة